اشتركوا في القناة يصلك كل جديد يستمع من قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في هذه الأثناء إلى متهمين اثنين موقوفين ويتعلق الأمر بالمتهم بركة المحمد والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ستونلي والمدعو فاروق بوجاملين والمعروف باسم ريفك المتبعين في قضية النصف على طلب الجمعيين كما يأتي سماع المتهمين ماما قاضي التحقيق لاستكمالا لإجراءات التحقيق في ذات القضية والتي يتابع فيها 14 متهمة منهم 11 متواجدون رهن الحبس المواقع على ذمة التحقيق أبرزهم 4 معاثرين بارزين على منصات التواصل الاجتماعي من بينهم معاثرة التك توك نوميديا لازول والتي من المنتظر أن تمثل أي الأخرى أمام عميد قضاة التحقيق يوم غدا الأربعاء 2 مارس فيما تبقى المعاثرة المتهمة ناس عبدالي فاطمة الزهراء تحت الرقابة القضائية نظرا لعدم بلوغها السنة الثمانية عشر ترجمة نانسي قنقر